موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاتهم طبعا في الحلقة الماضية ذكرنا ما يهون على الإنسان سكرة الموت سكرة الموت من أشد المراحل التي يمر عليه الإنسان كما ذكرناها سلفا وفي المحاضرات التي سلفت لكن توجد أمور هذه الأمور تهون على الإنسان سكرة الموت أمور إما عند الاحتضار ناس يعملوها أكو قراءة قرآن مثلا هسن مر عليها أكو أدعية مثلا أكو بعض الأعمال تهون على الإنسان المحتضر مولانا سكرة الموت أكو أعمال هو يعملها سلفا في حياة الدنيا قبل الاحتضار هذه كذلك تؤثر من جملة ما ذكرنا أول موردين من الموارد التي تهون على الإنسان سكرة الموت بشدة ولها آثار عجيبة ذكرناها في الحلقة الماضية سلة الأرحام وبر الوالدين سلة الأرحام تؤثر على حياة الإنسان أثر إيجابي وجذري جدا واضح بحيث أنه يدر عليه الرزق در الله سبحانه وتعالى يدر عليه الرزق در الوصول لرحمه والبار لوالده يدر عليه الرزق در يعمر دياره يطيل في عمره ويهون عليه سكرة الموت هذه بالنسبة إلى صلة الأرحام وبر الوالدين التي ذكرناها مولانا وين في الحلقة الماضية هذه اثنين من الأمور التي تهون على الإنسان سكرة الموت وتجعل الإنسان يموت براحة بغير ألم وبغير شدة وبغير وجع مولانا هي من كسى أخاغ المؤمن كسوة يتيم كسوة فقير ما يفرغ مولانا يعني ثياب مثلا يشتروا أو يشتروا أي شيء تعدوا كسوة مولانا لا يعتبر فيه اليوتم أو الفقر لا الأفضل أن يكون فقير والأفضل أن يكون فقيرا ويتيما وانح مولانا فقير ويتيم هذا الذي في حياته كان يكسو اليتامة يكسو الفقراء يشتري لهم ملابس وثياب بالأخص في أيام العيد بالأخص نحن في أيام شهر رمضان قبل العيد بأيام لأن توجد فقراء إخواني ما عدهم ثياب لبسون أطفالهم ما عدهم ثياب جديدة يخرجوا إلى الناس بثياب جديدة يطرعون بالثياب القديمة والعتيقة ورثة ولهذا أنت لما تشتري ملابس عيد للأطفال لليتامة اللي أبو ما عنده هالبنت الصغيرة اللي أبو ما عنده هالولد الصغير الذي أبو ما عنده مولا لما تشتري لأنت هذا الثوب هذا كسوة يتيم وكسوة اليتيم من جملة آثارها اللي هي يدر عليك الرزق الله سبحانه وتعالى يعني يزيد في الأرزاق يزيد في الأعمار من جملتها يهون على الإنسان وحشة القابر ويهون على الإنسان سكرة الموت كسوة اليتامة كسوة الفقراء ملابس تشتري لهم مولانا زيد قل أقرأ لك نروي عن الإمام الصادق عليه السلام روي عن الإمام الصادق عليه السلام من كسى أخاه المؤمن طبعا زيد هل سيتيم أو ميتيم المهم أن يكون فقير من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى عجيب هذا كسوة اليتيم كسوة الفقير لها آثار ما لها آثار واحد آثار الأول شوف الله يكسوه من ثياب الجنة طبعا إذا كساه من ثياب الجنة يعني وين يدخل مولانا؟ يعني يدخل في الجنة إذن كسوة اليتيم تكون سبب لإدخال الإنسان إلى الجنة واحد الثاني مولانا يهون عليه سكرة الموت الثالث يوسع عليه في قبره ثلاثة الرابع يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى يعني حالات موجودة إلى أربع آثار لكسوة اليتيم من جملتها يهون على الإنسان سكرة الموت إيش قصارا؟ ثلاثة تحفظن أحفظن وعدهن وياي صلة الأرحام ذكرناها بر الوالدين ذكرناها كسوة اليتيم أو الفقير هاي ثلاثة الرابع الإطعام إطعام المؤمن إطعام الفقراء إطعام اليتامة بالإضافة إلى الكسوة مولانا الإطعام تلقى لك فقير ما عنده فطور مولانا قلت لك بالأخص هذه الأيام أيام شهر رمضان ما عنده فطور إفطار ما عنده ما عنده طعام يأكل قلت لما تأتي له فتطعمه تطعمه حلاوة حلاوة الطعام أشقده لأثر مولانا الله سبحانه وتعالى يذيقه أو يدفع عنه مرارة الموت شوف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أطعم أخاه حلاوة الحلاوة مو هي الحلاوة مولانا لا مولانا البعض أنا أذكر أحد الأخوة فسرها بالحلاوة هذه اللي توزع لا مولانا الحلاوة يعني أطعام الطعام حلاوة الطعام زين من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت يطعم فقير يطعم جائع يطعم يتيم بالأخص أكون ناس عندهم سير جميلة عندهم أخلاق راقية قديم آباءنا وأجدادنا أمهاتنا وجداتنا مولانا كانوا ينقلون أنه إلى يوم كذا لا تخلو طبعا هذه القضية زين يسوون طعام بالأخص قبل الإفطار أو بالسحور السحور يسوي أكل طعام مولانا وتوزع على الجيران توزع أولا على الفقراء على اليتامة على الجائعين مولانا توزع عليهم على الجيران أكو ناس ألانا لا يوم كذا أعرف مانا مولانا وقت السحور قبل السحور أو وقت الإفطار تخبز المرأ وتسوي خبز كثير وكل بيت تعطيه خبزتين خبزتين مولانا هذا إطعام الجائع إفطار الصائم واضح مولانا إطعام اليتيم إطعام الفقير ما عنده أكل ما عنده طعام مولانا الله إذا أطعمت أحد الله سبحانه وتعالى يدفع عنك مرارة الموت مرارة الموت يمتي مولانا تلحق الإنسان تلحق الإنسان في سكرة الموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعليه رأى أمه بعد الممات شاف أمه سألها قالها أمه أتحبي أن ترجعي إلى الدنيا توجه لي توجه لي حبيبي أتحبي أن ترجعي إلى الدنيا قالت لا ولدي لا أحب أن أرجع إلى الدنيا قالها لماذا قالت ولدي مرارة الموت إلى هذه الساعة وأنا وأنا أحسها أثرت في حلقي أثرت في جسدي مرارة الموت لمريم العذراء لمريم البتول يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين مريم سلام الله عليها تقول مرارة الموت إلى الآن أنا أحسها موجودة وأضع مولانا تقول له لا أحب أن أرجع إذا واحد أطعم أخاه المؤمن أطعم الفقير أو الجائع أو اليتيم أو جاره مولانا الله يذهب عنه يدفع عنه مرارة الموت إيش قصارا أربعة صلة الأرحام بر الوالدين كسوة الإنسان كسوة اليتيم أو الفقير مولانا وكذلك إطعام الفقير أو إطعام اليتيم إطعام الجائع بالأحرى أن نقول هاي أربعة الخامسة والسادسة بعض السور مؤثرة بعض السور قراءة بعض السور أكو بعض السور تهون على الإنسان سكرة الموت من جملتها مثلا إنسان مستمر دائما يقرأ سورة ياسين سورة ياسين والصافات ياسين والصافات من استمر على قراءة على قراءة سورة ياسين أو سورة الصافات نهي قبل سكرة الموت تهون عليه سكرة الموت أو إذا واحد لا والله يحتضر قاعد يموت مولانا قاعد يموت مولانا العزيز واشتد عليه اشتدت عليه السكرات فعليك بقراءة ياسين واصفات عند رأسه سورة ياسين سورة الصافات تؤثر على الإنسان وتهون عليه سكرة الموت مو فقط في سكرة الموت حتى في القبر تذهب عن الإنسان وحشة القبر وحشة القبر ضيق القبر مولانا تهون على الإنسان الليلة الأولى من القبر هي سورة ياسين والصافات تليش روح بإدمران من وصايا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لعلي بن أبي طائر سلام الله عليها الزهراء أوصت بوصايا يا علي غسرني ليلا كفني ليلا اتفني ليلا وعفي موضع قبري ولا يحضر جنازتي من ظلمني وغصب حقي وآذاني ها شوف هاي كلها كل وصايا الزهراء سلام الله ولا يحضر جنازتي وصايا الزهراء وتزوج بابنتي أختي أمامة وكذا من جملة الوصايا شو تقل له تقل له يا علي يا علي لا تنسى زيارة قبري هذه بنت الوحي الزهراء بنت رسول الله بنت الوحي فاطمة الزهراء تقول لا تنسى زيارة قبري إذن زيارة القبور جائزة زيارة القبور استئناس إلى الميت زيارة القبور لها آثار لها آثار على الميت ولها آثار على الزائر لها آثار على الزائر أنه يتعظ ويذكر الموت لما يجي يشوف هاي الأحباب هاي أمة وهذا أبو هاي زوجتة هاي ابنة هاي أخوه هاي جارة هاي صديقة الآن تحت التراب زيارة لما ينظر إليهم يستعبر فيذكر الله جل وعلا فإذا ذكر الله ابتعد عن المعاصي والذنوب زيارة القبور تذكرك الموت وذكر الموت تذكرك بمن؟ بالله وذكر الله ابتعد عن الظنوب والمعاصي والابتعد عن الظنوب والمعاصي يعني إدخال إلى الجنة شوف حبيبي أش قدلها أثر؟ هذا للزائر هس المزار يعني الذي يزار الميت الميت يدخل السرور بزيارتك له لما الزورة إنت تدخل السرور على الميت بزيارتك لما تجي الزورة هذا يفرح الميت لما يشوف ابن جاي زوجته أم أبو جاي يفرح الميت مولانا ولهذا فاطمة الزهرة سلام الله عليها طبعا لدينا أدلة من القرآن الكريم هسنا مو بحثنا ولا أنا لذكرت الأدلة بأجمعها بشكل مفصل فاطمة الزهرة تخاطر علي ابن أبي طالب سلام الله عليها تقل لي يا علي لا تنسى زيارة قبري يا علي إذا كانت زيارة القبور محرمة وحرام هذه بنت رسول الله هي أولى أن تعرف الحرمة من الحلية واضح مولانا لكن تقل لي لا تنسى زيارة قبري الشاهد وين هنا أنا مولانا وقرأ على قبري تقل لي يا علي اقرأ على قبري اقرأ على قبري سورة ياسين والصافات سورة ياسين والصافات تهون على الإنسان سكرة الموت هاي واحد بعد تؤنسه في قبري توسع له القابر وتضيء له القبر سورة ياسين والصافات هاي اثنين طبعا اشقصارا ستة لو لا الاحساب عندك ترى حبيبي صلة الأرحام بر الوالدين كسوة المؤمن اطعام المؤمن الجاية الفقير أو اليتيم الخامس سورة ياسين السادس سورة الصافات ستة السابعة قراءة كلمات الفرج مستحب أن تقرأها على المحتضر واحد هناك تقرأها إلي أو تقرأها في الصلاة سنتم تشوفون العلماء أئمة الجماعة زين أئمة الجماعة عادة في صلاتهم يقرون لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأرضين السابع هذه مولانا يسمونها كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم هذه كلمات الفرج إلى آخر الدعاء هذه كلمات الفرج مستحب تقرأها أين مولانا بالصلاة أسمى تقرأها بالصلاة أقرأها بعد الصلاة إذا لا والله هناك واحد محتضر قاعد يموت مولانا أحضر عنده وقرأ كلمات الفرج هذه كلمات الفرج تهون على الإنسان تسغل على الإنسان سكرة الموت يموت براحة يموتوا برفق واضح مولانا اش قصارا سبعة الثامنة صوموا آخر يوم من شهر رجب صيام آخر يوم من شهر رجب له أثر آخر يوم من شهر رجب يستحب الصيام طبعا صيام رجب بأجمعه مستحب بأجمعه مستحب كرصيام رجب شعبان رمضان لكن بالنسبة إلى رجب واحد ما يقدر يصوم يصوم ثلاثة يام من كل عشرة من العشرة الأولى يوم من العشرة الثانية يوم من العشرة الثالثة يوم له أجر الشهر بكامله طبعا أجر غير أجر الصائم بالأكمل طبعا الله سبحانه وتعالى يميز الأجر على قدر المشقة واحد صائم ثلاثين يوم رداف واحد يصوم ثلاثة يام يقول لا أنا أخذ أجر ثلاثين يوم طبعا إلى أجر لكن أجره ليس كأجر الصائم الذي يصوم غير أجر ذاك الذي يصوم ثلاثة يام من جاء بالحسنة فله عشر عشر أمثالها واحد حبيبي هذا يصوم ثلاثة يام الله ينطيع دال كل يوم عشر تيام جاء صارا ثلاثين يوم زين لكن هذا الرجال ثلاثين يوم يصوم أضرب على عشرة كل يوم عشرة جاء ثلاثمائة يوم أذن أكو فرق توجهت له لا ها توجه حبيبي توجه لي واحد يصوم شهر رجم ما يقدر شهر شعبان ما يقدر طبعا رمضان هذا واجب بعد ما يصوم ثلاثة يام فحسب لا زين صوم رجب صوم لك أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر كل يوم يوم واحد كل عشرة يوم كل يوم يعادل عشر تيام من جاء بالحسنة فله عشر أمثال يصير ثلاثين يوم لكن بالنسبة لي يصوم ثلاثين يوم كل يوم عشرة يعني يعادل أجرهم سيام ثلاثمائة يوم تقريبا سنة ثلاثمائة وستين بعد السنة قريب السنة ثلاثمائة يوم واضح حبيبي آخر يوم من شهر رجب اللي ما يقدر يصوم رجب بأجمعه زين يصوم آخر يوم من رجب هذا آخر يوم من رجب يهون على الإنسان سكرة الموت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها شيخنا الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه يقول من صام يوما من صام يوما من آخر هذا الشهر وأشار إلى شهر رجب لأنه وكان في شهر رجب الإمام الصادق عليه السلام يقول من صام يوما من آخر هذا الشهر شهر رجب كان ذلك أمانا له من شدة الموت واحد بعد وأمانا له من هول المطلع اثنيا وأمان له من عذاب القبر ثلاثة أمان لغو من سكرة الموت وأمان لغو من هول المطلع وعذاب القبر ثلاثة اللي يصوم آخر يوم من شهر رجب آخر يوم من شهر رجب إش قصار المولانا؟ ثمانية صاحبويا له له ثمانية بعد مما يهون على الإنسان وحشة القبر أو سكرة الموت صوم 24 يوم من رجب أيضا لها أثر اللي ما يقدر مولانا يصوم كل الشهر يصوم 24 يوم من شهر رجب يؤثر على أن يهون على الإنسان سكرة الموت الرواية موجودة مولانا زين لمن صام الروايات الواردة لمن صام 24 يوم من شهر رجب منها يعني مثلا ومن صام من رجب 24 يوما اللي يصوم 24 يوم فإذا نزل بقي ملك الموت تراء له في صورة شاب عليه حله أجقل جميلة هالرواية أنا أرجو أن تسمعني سمعني مولانا 24 يوم اللي يصوم 24 يوم شلون كيف يقبض تقبض روحه من صام من رجب 24 يوما فإذا نزل بقي ملك الموت تراء له في صورة شاب عليه حله من ديباج أخضر على فرس من أفراس الجنان وبيده حرير أخضر ممسك بالمسك والعنبر بيده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان فسقاه إياه عند خروج نفسه ويهون به عليه سكرات الموت طبعا مولانا العزيز بس إحنا لن نتكلم كله بالترهيب زين ترى بعض الناس حتى لا يحس بقبض الروح سكرة الموت عندها لا شيء بعض الناس يموتوا براحة زين حتى لا يحس بالموت هالرواية 24 يوم صوم يجي لك مولانا بكأس من ذهب طبعا مملوء من شراب الجنة مولاي بمجرد أن يشربه بس يشرب الشراب هذا يموت يموت براحة كأنه قاعد يشرب ماء قاعد يشرب عصير مولانا هو يموت رواية أخرى أكو ناس يموتون يقول الإمام الصادق عليه السلام كشم وردة شوف أكو ناس بصعوبة يموتون صح أنا وياك أكو ناس بالشدة يموتون أنا وياك لكن بالعكس أكو ناس براحة يموتون الإمام الصادق عليه السلام يقول كأنه يعطيه وردة ملك الموت ينطي وردة زهرة وردة فيشمها إذا شمها خرجت روحه موتة مريحة أو كعلاج سيد علي الحسيني رحمة الله علي تعرفونا سيد علي الحسيني مر علي أحد العلماء على قبره عاين على القبر كاتبين على القبر مات هذا السيد في سنة فلانية كاتبين على حجر حسب الشيخ أن السيد يمتم توفيه حسب 700 سنة الشيخ اللي مر على قبره شاف السيد ميت قبر 700 سنة سوى رياضة نفسية أن يرتقي مع السيد اردى شوف ماذا جرى عليه بعد الموت سوى رياضة كذا رأى السيد أجه السيد كله نوره هيبة وجلاله وجماله مولانا كأنه مريح مرتاح قال له سيدنا أنت قبل أنت كم سنة ميت قال له ما أدري قال له كيف رأيت الآخرة قال له شيخنا أنا كنت مريض شوف شقد راح الموت لهذه الشخصيات براحة قال له أنا كنت مريض أنا إمام جماعة وإمام جمعة أصلي للناس اللي عنده جنازة اللي عنده عريس اللي عنده زواج أزور الناس عندي صلة أرحام دائما يعني عنده إنسان مؤمن وأدرس وأعلم وأدرس القرآن كذا إلى أن اعتراني المرض تمرضت يوم يوم ثلاث أربع أمر علي المرض اشتد علي المرض حتى عجزت الأطباء عن علاجي ماكو أي علاج قل له في يوم من الأيام شيخنا أنا كنت نائم إلى القبلة نائم إلى القبلة وادخل علي رجل جميل حسن الوج طيب الريح أبيض اللون وعليه ثياب بيضاء تعجبت من رائحته كلش رائحة طيبة واشتقت للقائه وللجلوس معه كل الجميل كل الجميل يقول جلس عندي ببسمة يتبسم يقول تفتت إليه قلت له من أنت قال أنا طبيب تسمعني حبيبي؟ قل له أنا طبيب أين يؤلمك سيدنا؟ وين اللي يمأذيك؟ يقول أنا كان قلب مأذيني قلت له قلبي أيها الطبيب قلب مأذيني بألم وما يخليني أنام يقول وضع يده على قلبي فشفيت ارتفع الألم بالكامل من صدري قل لي بعد وين يمأذيك؟ قلت له بطني يقول خل إيده على بطني وإذا ارتفع الألم بالكامل قل لي بعد وين؟ قلت له رأسي مريض أكو واحد عنده صداع وألم بس نانة وراسة وعيونة وكذا ويريد بس يشفى إيش قد يفرح؟ قلت له رأسي يقول خل لي إيده على رأسي وإذا ارتفع الألم بالكامل وإذ مسح يده على جسدي فارتفع الألم بالكامل وحسس أنه لا مرض ولا داء في جسدي يقوله تعجبت قلت له أنا برأت خلص أنا شفيت التمنيين جاي يا طبيب خلي عرفك إلى الناس الناس تستفيد منك قل له ما عليك قم معي يقول أخذ بيدي وأنا اشتقت أنه أخرج إلى الخارج وأخرج معه لأن كل الجميل وريحة طيبة وهيبة وجميل للغاية يقول فأنا كذ إيدي رفعني من رفعني مشيت خطوات خطوتي ثلاثة وإذا أسمع صريخة عيالي وأطفالي يقول التفت إلى الخلف وإذا أرى جنازتي نائمة أشوف جسدي في مكاني وأنا وقفت شوف ما أحس بالما مات 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 ما أحس بالموت يقول التفت شفت جنازتي شفت جسدي وأنا واقف قلت له من عند شوف العبارة يقول قلت له من عند قل له أنا أنا طبيب ما لا طبيب له مش كنت كلام جميل هذا قل له أنا طبيب ما لا طبيب له وأنا دواء من لا دواء له قال له من أنت قال له أنا ملك الموت أنا عزرائيل قال له أنت عزرائيل قال له بلى قال لي يا عزرائيل أنت قبضت روحي قال له بلى قبضت روحت فمات مات ولم يحس بشيء مات كأنه كان مريض والشوفي أكو بعض الناس يموتون هياس بيراحموا لنا قال ل rien رفعوني اهلي يقص للشيخ رفعوني اهلي يغسلوني يصلوا علي يدفنوني وإذ سألوني منكر ونكير سألوني مولانا فأجبتوا على أسئلتهم بشكل مفصل يقول فتحوا لي باب من رأسي وباب من رجلي باب من رأسي وباب من رجلي دفعني أحدهم كأن يد دفعتني من رأسي هيتش منها على رأسي دفعوني هيتش مولانا دفعوني سقطتوا على رجلي يقول طاحت على رجلي في مكان كل بساتين وأنهار وأثمار ورايحة طيبة ومكان جميل ورأيت امرأة بالبستان يقول لي زين أنا شا سويها للمرة هذه زين ماذا أصنع أنا وإمرأة وماك أحد بس أنا وياها بالبستان عيب يقول فنزلت رأسي حياء أن المرأة بيعيده يقول وإذا خلال لحظاته إذا المرأة عندي نظرت إليها لم أرى أجمل منها لم أرى أجمل منها وأبيض منها ما شايفانا كأنها اللؤلؤ يقول تعجبت التفتت إلي قالت لا تخجل إن الله قد خلقني من عملك الصالح أنحور العين أنا حور العين أو العين اثنين الصحيحة الحور يعني اللي عينها كبيرة وسوداء يسمونه حور العين أو العين زين إن الله قد خلقني لأجلك من عملك الصالح يقول كانت لابسة قلادة فمددت يدي شيخنا مديت إيدي على القلادة انقطعت القلادة تراصلت الحبات يقول قعدت أنا وياها أجمع الحبات وحدة ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة جمعها سبع حبات وإذا أجاني ملك من الملائكة قال لي سيدنا الشيخ الفلان يمدي وراك والآن أنا بين يديك قال لي عجيب قال لي وما هو العجيب قال لي أنت مت قبل سبعمائة سنة أنت قبل سبعمائة سنة ميت قال لي عجيب سبعمائة سنة قال لي نعم سبعمائة سنة مر عليك قال لي لا أنا بالأمس مت قال لي لا إنت قبل 700 سنة ميت ولا تحس وقد وصلت إلى الحبة السابعة هو 700 سنة ميت شوفوا الفارق الزمني بين الزمن الآخرة وزمن الدنيا اللي فصلناه لكم في الحلقة الأولى أن يوما كان مقداره 50 ألف سنة وإذا مولانا إذن مولانا الكريم صيام 24 من شهر رجب يهون على الإنسان سكرة الموسارا 9 الإحساب عندك إن شاء الله العاشرة في الحلقة الآتية إن شاء الله ترقبونا بإذن الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة